الروح القدس الإله الواحد أمين قرار لجنة مجمعية بخصوص مشكلة منطقة وادي الريان تحت رئاسة قدسة البابا المعظم الأنبتة ودروس الثاني الرئيس الأعلى للرهبانة القبطية اجتمعت اللجنة المجمعية لشؤون الرهبانة والأديرة ولجنة سكرتارية المجمع المقدس وحضور سكرتارية قدسة البابا بخصوص مشكلة وادي الريان والساكنين في المغاير هناك ورغبة الدولة في شق طريق جديد لخدمة مشروعات التنمية والسكان وتقرر الآتي واحد إعفاء الراهب القص إليش على المقاري من مسؤولياته في هذه المنطقة اثنين تتبرأ الكنيسة من عادل فايز بطرس المدعو داود الرياني وأسامة نشأة راغب المدعو يعقوب الرياني وتعلن أنه ليس لهما أي صفة في التحدث باسم الكنيسة تلاتة تشكيل لجنة من أصحاب النيافة الأحبار الأجلاء نيافة الأنبى برقام أسقف الفيوم ورئيس دير الملاك وبريال ببرية النقلون نيافة الأنبى مكاريوس الأسقف العام بالمينيا نيافة الأنبى أرمية الأسقف العام للإشراف على هذه المنطقة وعلى الجميع الالتزام بقرار الكنيسة التي تشجع مشروعات التنمية التي تقيمها الدولة للصالح العام مع طلب مراعاة الحفاظ على المقدسات والكنائس والمغاير الأثرية والقلالي وأن تتم جميع الإجراءات في سلام وهدوء وعلى ابن الطاعة تحل البركة توقعات قدسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريارك القرازة المرقصية مع توقعات 23 الأباء الذين حضروا هذه الجلسة مع اتنين من سكتارية قداسة البابا تودروس الثاني لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد